معنا عبر الأقمار الصناعية من أربيل وحدة الجميلي عضو مجلس النواب والقيادية في المشروع العربي ستوحدة أهلا بك على نشرة أخبار الفلوجة ابتداء بالأمس المشروع العربي أصدر بيانا يحتاج إلى جملة من التوضيحات ما غايته؟ ما هي الرسالة السياسية التي يمكن تلخيصها من بيان المشروع؟ نعم شكرا جزيلا على الاستضافة وبداية نعلن تضامننا الكبير والمسؤول مع أهلنا في البصرة الفيحاء في تظاهراتهم السلمية والحرة والواضحة والصريحة تجاه وهي صرخة طبعا حرة تجاه كل من يعبث بمقدرات الشعب العراقي ونقول الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل للجرحة وهي دعوة للحكومة أن تكون في منصب المسؤولية أو تكون في محل المسؤولية الحقيقية والصرفة تجاه أهالي البصرة وتجاه أهالينا في كل المحافظات العراقية التي تشهد حالات من انعدام الخدمات الإنسانية أو الاحتياجات الإنسانية بالنسبة لاجتماعنا كان اليوم أمس هو إعلان أو البيان الذي صدر عن الاجتماع هو كان إعلان لتشكيل كتلة المشروع العربي النيابية تشكيل كتلة المشروع العربي النيابية في مجلس النواب العراقي على اعتبار المشروع العربي دخل ضمن تحالف القرار العراقي كمرشحين والآن بعد ترديد القسم أصبح لدينا عشر نواب دستوريا وقانونيا هم نواب بعد أن رددوا القسم وبالتالي لا بد أن نطلع جمهورنا جمهور المشروع العربي عن أسماء وعدد نواب المشروع العربي ونحن عددنا تقريبا العشر نواب ضمن هذه الكتلة وهو إعلان عن تشكيل كتلة المشروع العربي النيابية داخل مجلس النواب العراقي وأكيد سيكون لدينا متحدث رسمي ورئيس لهذه الكتلة النيابية التي تقدر تكون كتلة كبيرة بالشخصها وليس بعددها هل يمكن القول بناء على معطيات المرحلة السابقة بأن كتلة المشروع العربي التي أفرزت نفسها يوم أمس هي متحالفة مع محور دولة القانون وفتح أم أنها ربما لمحور نصر سائرون الوطنية الحكمة أقرب كيف يمكن أن نفهم توجه السياسي لمرحلة المقبلة يعني حاليا في الوقت الحاضر وأنا أحكي لك اليوم من أربيل كتلة المشروع العربي وبعد بيانها اليوم أمس الواضح والصريح وبعد مباحثاتنا اليوم مع الكرد لا يوجد لدينا توقيع رسمي مع أي جهة سياسية سوى كانت كتلة الفتح والدولة القانون أو كتلة النوات المتمثلة بسائرون والحكمة والكتل السياسية المحترمة المنظوية تحت كتلة النوات لا يوجد لدينا توقيع رسمي مع هاتين الكتلتين لكن لدينا تفاهمات بالتأكيد نحن نقف بمسافة واحدة مع جميع الكتل السياسية ونحن جزء من هذه التشكيلة السياسية وليسنا بعيدين أو بمنأة عن أحد من الكتل السياسية بالتالي لدينا تفاهمات مع جميع الكتل السياسية ونتعامل معهم كلهم بخط واحد لكن كتوقيع رسمي لحد هذه اللحظة لا يوجد لدينا أي توقيع رسمي أما بالنسبة للتفاهمات فالتفاهماتنا فقط مع الكرد حول مبادئ أساسية ومبادئ رصينة نحو تشكيل الحكومة القادمة أو نحو شكل الحكومة القادمة وكأنك تلوحين ست وحدة إلى أن تفاهماتكم مع الكرد أعلى مستوى من التفاهمات مع القوى الأخرى في بغداد أليس كذلك؟ بالتأكيد لحد هذه اللحظة تفاهماتنا اليوم مع الكرد هي تكون أوضح لا نقول أعلى لأن الكل متساون عندنا والكل ذوات محترمة والكل مهمين عندنا نحن بمسافة واحدة لكن تفاهماتنا مع الكرد اليوم أصبحت تقريبا أوضح مع بقية الكتل السياسية لأن اتفقنا مع الكرد على أولوياتنا للمرحلة القادمة واتفقنا مع الكرد على المبادئ الأساسية الراسخة نحو تشكيل أو شكل الحكومة القادمة وأيضا هم أيدوا هذه المبادئ وهذه الأولويات المهمة على الرغم من أنكم تقفون على مسافة واحدة من الجميع يعني تتفاهمون مع الجميع ولكن لم تتحالفوا مع أحد الناس التي تعرف ما هو المعيار لقربكم من هذا المحور أو ذاك من هذه الكتلة أو تلك على أي استناد سيكون التقارب للمرحلة المقبلة المعيار الرئيسي لبداية التحالف مع القوى الأخرى هذا السؤال جيد سؤال منطقي جدا سؤال مهم جدا بالتأكيد لا بد أن نطلع الشارع العراقي ولا بد أن نطلع جمهورنا عليه أنه ما هي أولوياتنا للمرحلة القادمة أو ما هي مبادئنا الأساسية التي نرتكز عليها في تفاهماتنا مع كل الكتل السياسية بالتأكيد الذي يتفضل بشيخ خميس الخنجر والذي أعلنته جنابكم خلال النشر في مقدمة هذا الحديث هو أن أولوياتنا التي لا يمكن أن نساوم عليها وهي من أولويات المهمة عندنا هي عودة النازحين وجبر الضرر المتضررين من النازحين جبر الضرر الاقتصادي وجبر الضرر المعنوي إضافة إلى إرجاع المناطق على ما كانت عليه من أعمارها أعمار هذه المدن التي تهالكت من احتلال داعش إليها وإضافة إلى إطلاق صراح السجناء الأبرياء الذي لم تثبت عليهم بالدليل القاطع ومحاولة إعادة محاكمتهم وإخراجهم من السجون إضافة إلى معرفة مصير المفقودين والمغيبين منذ سنين كل هذه الأمور هي من أولوياتنا في إضافة لها إخراج القوات الحجد الشعبي من بعض المناطق المهمة أو المحافظات المهمة التي جاءوا إليها بعد تحريرها من دنس داعش وهناك كثير من التفاهمات الأخرى التي تأخذ حيز في الفضاء الوطني وتوجد لدينا جهات أيدت هذه المطالب سواء كانوا من المكون السني أو من المكون الشيعي توصلنا إلى مراحل متقدمة في هذه التفاهمات طيب يعني هل من ضمن التفاهمات التي بدأتموها مع بقية القوى السياسية ربما ومن أوضاحها مع الكرد هل هناك في السياق مجموعة شروط لترسيق هذه التفاهمات يعني هل سألتم عن المناصب على سبيل المثال لكي تتحول هذه التفاهمات إلى مشتركات ومن ثم نذهب إلى أو تمضون إلى تحالف هو بالتأكيد التفاهمات لا بد أن تتحول إلى مشتركات بين طرفين يتفاهمون على شيء معين أو على مبادئ معينة مبادئ تكون بقناعة الطرفين لكن أن تتحول هذه التفاهمات بنهاية حديثنا إلى مصالح شخصية أو إلى مناصب بالتأكيد يعني كل فرد في المشروع العربي سواء كانوا على مستوى القيادات أو على مستوى النواب أو كانوا على مستوى جميع المنضوين تحت راية المشروع العربي لا يمكن أن تسول لهم أنفسهم أن يكونوا ضمن هذا التفاهم بالتأكيد وينقوم بنفسهم عن هكذا حديث تفاهماتنا فقط التي قلت لحضرتك هي أولوياتنا بعادة النازحين أولوياتنا بإعمار المدن أولوياتنا بإخراج الحجد الشعبي أو الجهات المسلحة الموجودة في مناطقنا وتسليم الملف الأمني إلى أبناء هذه المناطق أولوياتنا هي معرفة مصير المغيبين والمفقودين الذي أصبح يعني تقريبا قرابة السنين ولم يعرف مصيرهم هذه هي أولوياتنا لم نتحدث في مسألة المناصب إطلاقا أو الكرد في هذا الموضوع تحديدا هل التفاهمات يعني مع القوى الأخرى مع نواب آخرين داخل مجلس النواب حفزت نوابا من قوى أخرى للانضمام إلى كتلة المشروع العربي هل فاتحتم أحد للانضمام المشروع العربي وتطابقت وجهات نظركم مع معاييركم مبادئكم مع بعض التوجهات السياسية الأخرى بالتأكيد أخي الكريم أي كتلة سياسية يعني خلنا نقول مثل كتلة المشروع العربي كتلة سياسية في باكورة أعمالها أو في انطلاقتها السياسية الأولى قد تمخضت عن عشر نواب وبالتالي هي كتلة يحسب لها ألف حساب فبالتقديري كتلة بهذا الحجم ولو كان حجم صغير كعشر نواب لكن هي منفتحة مع جميع الأطراف وهي أبوابها مشرعة ومفتوحة للانضمام جميع النواب الذين يؤمنون بنهج وخط كتلة المشروع العربي إذا كان هناك أي نائب ينظر إلى أولويات المشروع العربي التي تهم محافظته وتهم ناسه وتهم ناخبي بالتأكيد سوف يكون سباق في الانضمام لكتلة المشروع العربي لأن ما أعتقد أي نائب سوى كان حتى بالمناسبة أحنا أبوابنا مفتوحة لكل المكونات ليس فقط من المكون السني أبوابنا مفتوحة للمكون الشيعي الكريم والنواب للمكون الشيعي الكريم وأيضا أبوابنا مفتوحة ومشرعة لنواب المكون أو الكردي الكريم وبالتالي نحن نستقطب كل من هو يكون معنا في الخط الوطني وضد الطائفية وضد تقسيم البلد وضد عادة إعمار المدن أو ضد بيان المفقودين وبيان مصير المغيبين حينما تتحدثين عن عشر نواب تتحدثين عن كتلة صليدة غير قابلة للانقسام أو الانشطار بسبب خلافات من هنا وهناك كيف ستؤثر تلك الصلاة على حوارات تشكيل الكتلة الأكبر في ختام كل هذه الحوارات هي للمضي نحو الكتلة الأكبر اللي سوف تشكل الحكومة هل هناك تأثير في قضية الكتلة الأكبر حينما تكون كتلة المشروع العربي عشرة نواب داخل البرلمان عشرة نواب أنا قلت الحضرة عشرة نواب لكن هم أقوياء بشخصهم عشرة نواب هم صليدين وبمواقف حازمة ثابتين وراسخين بموقفهم وبثباتهم مع المشروع العربي لكن من المرجح جدا في الساعات القادمة أن يكون لدينا انضمام من 30 نائب آخرين مع كتلة المشروع العربي ونصبح تقريبا بحدود 40 نائب 40 نائب أعتقد هي كتلة لا يستهام بها وهي كتلة تمثل المكون السني الكريم وهي من تكون بيضة القبان في تشكيل الكتلة الأكبر بالتأكيد وحدة الجميلية القيادية في المشروع العربي شكرا جزيلا كنت معنا مباشرة من أربيل